ليست هذه مدرسة اعتيادية بل مدرسة خاصة للفقراء من الأطفال الذين لا يجدون من يعولهم إنشاء هذه المدرسة يأتي ضمن مبادرة قدمها المعلم شمس الدين الذي يعمل على جعل هذه المدرسة ذاتية الربح فالأطفال هنا يقومون بالزراعة ليحصدوا ويكتفوا ذاتيا كما يقومون كذلك بالرسم لإنتاج لوحات يمكنهم بيعها وكسب أرباحها هذه المدرسة غير ربحية تستهدف الشريحة الفقيرة في المجتمع الباكستاني لتقديم التعليم الأساسي لها حيث تفتقر هذه الفئة في المجتمع إلى الحصول على التعليم فنقوم بتقديم ما نستطيع من تعليم ليستطيع المضي قدما في حياتهم المعلم شمس ليس وحيدا في هذا المجال بل انضم إليه عدد من زملائه في مجال التعليم الأكاديمي لتصبح المجموعة كبيرة وقادرة على تحقيق هدف هذه المبادرة رغم قلة الإمكانيات وقسوة التحديات نقوم بالتقديم التعليم الأساسي لسد الفجوة بين هؤلاء الأطفال وغيرهم في المجتمع وليكونوا عناصر إيجابية بإمكانهم أن يقدموا المفيدة للمجتمع وأن لا يكونوا عالة على غيرهم الفقر والتشرد عاملان عمد شمس إلى تقديم هذه المبادرة لاجتياز العوائق التي يضعانها أمام هؤلاء الأطفال الذين بدأوا بالفعل بالقدوم إلى هذه المدرسة وبإقبال جيد دون الانصياع إلى أي من العوائق التي تقف أمامهم العلم نور وإن كانت الظروف تمنعك منه ولمحاربة الظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء الأطفال كانت مبادرة شمس الدين التي يسعى من خلالها للرقي بأبناء وطنه إسماعيل مطر الغد إسلام بات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر